تحولت الحرب إلى وسيلة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والعسكرية والاقتصادية التتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يقول إن ميليشيا الحوثي تربعت على راس قائمة الأثرياء الجدد في زمن الحرب تتاجر الميليشيا بكافة الخدمات وسخرت موارد البلد لصالحها فهي تستحوذ على سوق المشتقات النفطية والدواء والعقارات والاتصالات والكهرباء والمعونات الإغاثية وتتحكم بالواردات وتفرض الجبايات والجمارك والضرائب بصورة غير قانونية عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء منحتها الحكومة الشرعية فرص العبث بالمال العام اتظلت تفرض سلطتها على البنك المركزي مستنفذة النقد الأجنبي البالغ خمسة مليارات دولار وأكثر من نصف مليار ريال يمني بالإضافة إلى ودائع البنوك المحلية ما تجمعه الميليشيا سنويا بصورة رسمية يزيد عن ثمانية مليارات دولار ناهيك عن مصادر أخرى غير رسمية لجمع الأموال تحت مسمى المجهود الحربي ومصادرة أصول وأموال ممتلكات معارضيها اقتصاد موازن شكله الحوثيون دون أن تودع تلك الأموال في البنوك إذ أنشأت مائتين وخمسين شركة صرافة لتبييض أموالها وتحويلها داخليا وخارجيا فضلا عن استثمار جزء من تلك الأموال في العقارات في القطاع النفطي بدت الجماعة أكثر نشاطا إذ أنشأت مائة وثمانية وسبعين شركة لتهريب النفط الإيراني وبيعه في السوق المحلية حيث تبلغ عائدات سوق الوقود في مناطق سيطرتها قرابة 30 مليار ريال شهريا دفعت الميليشيا بوجوه جديد لاحتلال السوق والسيطرة على الواردات والصادرات إذ يأتي على راسهم القيادي في الميليشيا محمد عبد السلام وأحمد دغسان وعلي قرشة وسعيد الجمل المقيم في طهران والمتهم بتهريب الوقود الإيراني إلى جماعته فضلا عن صالح الشاعر المعين من قبل الحوثيين في منصب الحارس القضائي في الطرف الآخر تحديدا مناطق نفوذ الحكومة الشرعية نشأت طبقة طفيلية مستفيدة من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظم وباتت تتاجر في صفقات النفط والعقارات والتحويلات المالية وبيع السلاح وتهريبه ترجمة نانسي قنقر